السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقال في خير وصحة وسلامة انتو وكل حبابكم ورب دايما مشارعكم في تربيته الطيور تكون محاكة لكم كل اللي انتو بتتمنوا في الفيديو ده احنا هنتكلم عن مشاكل التفريخ والطرق معالجتها ناس كتير اوي لما تبدأ اتفاق اسبقة وتطلع كتاكيد صغيرة بتقابلها مشاكل والمشاكل اثناء التفريخ وفي الفترة دي او في اللحظة اللي بيحصل فيها التفقيس بتبقى مشاكل كتيرة جدا ومتعددة ومتشعبة هي يعني تعتبر ولادة بشكل او باخر يعني لكن طبعا عن طريق البيض وبتبقى فيها خطورة وبيبقى فيها مراعاة لبعض الظروف وبعض الحاجات فحنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل على قد ما نقدر وعلى قد ما الوقتي ساع وقبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرينك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول اولا من اهم المشاكل ان يكون البيض غير مخصب ويكون نسبة البيض المش مخصب كبيرة جدا اهم اسباب هذه المشكلة واحد تفريخ بيض قديم اتنين تعريض بيض التفريخ الى ضراجات حرارة عالية في الحظيرة او خارجها تلاتة اطالة مدة تخزين البيض اكثر من ثلاث اسابيع اربعة نسبة الديوك في الحظيرة قليلة او كتيرة قوي بالنسبة للفرخات خمسة استخدام ديوك كبيرة في السن علشان التناسل او صغيرة في السن او عندها اي امراض ازاي بقى نقلم من المشكلة دي واحد تفريخ بيض طازج لا يزيد عمره عن اسبوع ولو اضطررنا لتفريخ بيض قديم فهناك طرق حديثة لتخزين البيض بيحافظ على قيمته وبيفضل على طول مخصب اتنين عدم تعريض بيض التفريخ لدرجات حرارة عالية ثلاثة استخدام الديوك للتناسل باعمار مناسبة اربعة معالجة الديوك المستخدمة للتناسل من الامراض في حالة اصابتها باي عدوى او باي مشاكل ثانيا بقى ممكن يكون فيه اجنة ميتة عند بدء التفريخ او فيه نفوق جنيني مبكر اهم اسباب المشكلة دي تعريض بيض التفريخ لحرارة عالية اثناء التخزين او غسل البيض بمياه سخنة او اطالة مدة التخزين بتاعت البيض او الاصابة باحد الامراض المعدية للامهات او تعريض بيض التفريخ لحرارة غير منطظمة في الايام الاولى للتفريخ او تعقيم بيض التفريخ في الات التفريخ مبكرا او زيادة نسبة الفورمالين ازاي بقى نقلم المشاكل دي واحد عدم تعريض بيض التفريخ لحرارة عالية اثناء التداول او اثناء التخزين اتنين عدم تفريخ بيض قديم تلاتة عدم تفريخ بيض ناتج عن امهات مصابة اربعة ضبط مقومات التفريخ اثناء وضع البيض في الات التفريخ خمسة تعقيم بيض التفريخ في الات التفريخ بالنسبة المحددة والوقت المحدد وبرضه من المشاكل نتكون اجنة ميتة عند نهاية التفريخ او نفوق جنيني متأخر ومن اهم اسباب المشكلة دي واحد نقص في بعض المواد الغذائية اتنين اصابة الامهات باحد الامراض الوبائية تلاتة حرارة غير منتظمة في الات التفريخ اربعة تهوية غير جيدة في الات التفريخ خمسة تقليب غير منتظم للبيض في الات التفريخ ستة طرق الاقلال من المشكلة دي واحد اعطاء الامهات تعليقة متوازنة تحتوي على كافة المواد الاساسية اتنين عدم تفريخ بيض ناتج من امهات مصابة بامراض وبقية تلاتة ضبط مقاومات التفريخ بشكل دقيق من حرارة وتهوية وتقليب وغيرها برضه من المشاكل اللي بتحصل نفوق الصيصان لعدم مقدرتها على الخروج من الاشرة ومن اهبها زباب المشكلة دي واحد انخفاض نسبة الرطوبة بالمفقص عن المسموح به واثنين تهوية عالية وبالتالي زيادة نسبة التبخل تلاتة ارتفاع شديد للحرارة ولو لفترة محدودة اربعة عدم اعطاء عليقة متوازنة للامهات خمسة لصابة الامهات باحد الامراض الوبائية المعدية ازاي بقى نقلم المشكلة دي نضبط بقى مقاومات التفريخ بشكل دقيق خاصة الرطوبة والحرارة والتهوية ونقطة الامهات عليقة متوازنة طول حياتها وخاصة في مرحلة الانتاج تلاتة عدم تفريخ بيض ناتج عن امهات مصابة بامراض وبائية من المشاكل برضه بتحصل الفأس المبكر اهم ازباب المشكلة دي ارتفاع درجة الحرارة طول مدة التفريخ واتنين بيض تفريخ حجمه صغير عشان نقلم المشكلة دي تفريخ بيض كبير جدا على قد ما نقدر وما يكونش زياد عنالزوم بس يكون كبير تفريخ بيض قديم ممكن يحل المشكلة دي وممكن انخفاض درجة الحرارة طول او خفض درجة الحرارة طول مدة تفريخ تحل المشكلة دي وطرق تقليل برضه من هذه المشكلة انك تفرق بيض بوزن من تلاتة وخمسين لخمسة وستين جرام وتضبط مقاومات التفريخ وخاصة الحرارة وتفرق بيض طازج لا يزيد عن سبع تيام ومن المشاكل برضه اللي بتحصل طول المدة بين فأس اول صوص واخر صوص واهم اسباب هذه الحالة عدم انتظام الحرارة في الات التفريخ او تذبط بالحرارة طارة مرتفعة وطارة منخفضة وبرده تفريخ بيض بأعمار مختلفة اي تفريخ بيض قديم مع بيض طازج وطرق الاقلال من المشكلة دي ضبط مقاومات التفريخ بشكل دقيق وخاصة الحرارة اتنين تفريخ بيض طازج وبأعمار متقربة من المشاكل برضه اللي بتحصل كثرة استصان الفاقصة صغيرة الحجم واهم اسباب المشكلة دي تفريخ بيض صغير الحجم وانخفاض معدد الرطوبة طيلة مدة التفريخ وارتفاع الحرارة طيلة مدة التفريخ ونقص البروتين الحيواني في عليقة الامهات ترقل الاقلال من المشكلة دي تفريخ بيض بوزن من 53 ل65 جرام وضبط مقاومات التفريخ وخاصة الرطوبة والحرارة وبرده ضبط علاقة الامهات بتأمين عليقة متوازنة طيلة حياتها وخاصة في مرحلة الانتاج وبرده من المشاكل اللي بتحصل فأس استصان كبيرة الحجم لكنها ضعيفة اهم اسباب المشكلة دي انخفاض الحرارة في ألات التفريخ سوء التهوية في ألات التفريخ زيادة معدد الرطوبة في ألات التفريخ تفريخ بيض قديم وكبير الحجم وانقل من المشكلة دي عن طريق ضبط مقاومات التفريخ من حرارة ورطوبة وتهوية وعن طريق تفريخ بيض طازة ومتوسط الوزن برضه من المشاكل اللي بتحصل فأس استصان زغبها رطب وملوث ببقايا البيض زغبها طبعا اللي هو الحبل السوري أهم أسباب هذه المشكلة حرارة منخفضة بألات التفريخ لمدة طويلة رطوبة زائدة في ألات التفريخ سوء تهوية في ألات التفريخ أو تهوية قليلة فأس مبكر مع إخراج الصيصان من المفقص قبل جفافها طريق إقلال من المشكلة دي أنك تضبط مقاومات التفريخ كلها وعدم إخراج الصيصان قبل جفاف الحبل السري بتاعها من المفقص برضو من المشاكل فاقص الصيصان زغبها جاف ولكنه ملتصق بالعشر أهم أسباب المشكلة دي ضبط مقاومات التفريخ من حرارة ورطوبة ضبطها السيء طبعا وفيه برضو مشكلة بتاعة فاق الصيصان سليمة لكن مجمعها مسدود بمواد جفة أهم أسباب المشكلة دي اتفاع درجات الحرارة وانخفض الرطوبة والتأخر في إخراج الصيصان من المفقص والتأخر في تسليم الصيصان لمزرعة ونقل الصيصان لمزارع تربية بعيدة طريق إقلال من المشكلة دي أنك تحل كل المشاكل دي وتمنع أنها تحصل بعض من المشاكل اللي بتحصل إن الصيصان الفأسة بتعاني من مشاكل تنفسية أهمها طبعا الأسباب اللي بتؤديك كده التهوية غير الجيدة وزيادة سانيوكسيد الكربون وزيادة نسبة الفورمالين طرق علاج المشكلة دي أنك تاخد بالك من كل الأسباب دي وتعليقها ده ملخص لمشاكل اللي ممكن تابلك وطبعا في مشاكل كتيرة تانية هنكملها في فيديوهات قادمة وما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة واتفع حزر الجرس ونشوفكم على ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته